طيب النهاردة كان فيه فوز لفرق الاهلي على الزمالك وعلى بيرامدز اهلي 2003 فاز على الزمالك بهدف وتصدر دوري الجمهورية لموليد 2003 سجل الهدف احمد اشرف المباراة لعبت في ملعب كلية الزراعة في الجيزة الهدف كان في الوقت القاتل من المباراة بهذا الفوز الاهلي رفع رصيده ل29 نقطة بيتصدر البطولة من الفوز في 8 مباراة والتعادل في 5 والخسارة في مباراة واحدة ده في 2003 في 2007 الاهلي استضاف بيرامدز في ملعب الاهلي في مدينة نصر وفاز الاهلي 3-1 المباراة سجل الاهداف محمد عفتاح تاحة سجل الاهلي في الاول من ضربة جزاء تعادل بيرامدز انتهى الشوط الاول 1-1 في الشوط الثاني سجل عصام احمد ومحمد السيد هدفين عشان يفوز الاهلي 3-1 رفع الاهلي رصيده الى 32 نقطة جمعها من الفوز في 10 مباراة والتعادل في مباراتين والخسارة في مباراة واحدة ده الناشئين الفريل اول مستر مارسو الكولر المدير الفني اختار القائمة اللي سافر بها للإسكندرية النهاردة بعد المران اللي كان بدأ الساعة 12 الظهر ثم للمبيت في الإسكندرية استعدادا لمباراة فاركو مساء غدن ان شاء الله في ملعب الجيش في برج العرب المباراة لها اهمية خاصة بالزبط ويمكن قبل السفر كمان جهاز الكرة اعلن عن توقيع غرامة مالية على اللعب محمد مجدي افشة وذلك وفقا للليحة شوفا استاذ البرحيم كل ما قيلة في موضوع الكابتن مجدي افشة يجب انه ياخد الحيز والحجم بتاعه اي مجدي افشة داخل في قائمة المباراة بكرة اي اذا الجهاز الفني يرى انه خلاص خد العقوبة اللي تستحق مع وفقا لله وفقا لله مش عايزين يكبر الامور ومطلوب منه هو بقى حاجة يعني مطلوب من الجماهير يا جماعة اي واحد حينزل الملعب محتاج دعموكم عشان يقدي ما احنا هنريباكوا اكتر ما هو الدنيا مرتبكة ولا اعطى صور اطلاقا يعني فيه لعيف النادي يعني عاقل بيسعى الى العداء مع الجماهير مستحيين وهذا اكده الكابتن افشة مع المحطين به يا جماعة هو انا راجل مش عارف النادي الالي اضاف ليه وتاع انا عندي ظروف يعني ممكن تؤدي ان انا مش ما يبانش عليها السعادة مش ضروري اعتراضات ومش ضروري انها تترجم لكن احنا بنقوله خلاص عشان ما تصدرش النفسك والزمالك طاقة سلبية يلا ابتهج والعب ورينا افشة اللي احنا عارفينه ورينا شغفك بالنادي الاهلي ورينا زي ما انت قلت للمقربين اللي اصق فيهم انا كل امناي ان انا ابطل في النادي الاهلي عاديين نشوف الكلام وعاديين نقوله جماهيرنا الجميلة اللي هي طبعا من حقها تدائي من اي تصرف ما نخليش دقنا يعني يغسر على احترافيتنا في التشجيع احترافيتنا في علاقتنا بالنادي الاهلي طالما ان فيه اجهزة مسؤولة نسخ فيها شوية ونديها فرصتها وما نربكش الدنيا بدري بدري اللي حصل ماتش فيوتشر ينرفز العفريت ينرفز اي حد لان ماتش ما لوش معنى اطلاقا انك تفرط في نقطتين فيه طبعا سياق المباراة ما بيقولش كده سياق المباراة كان بيقولك ان تحقق فوزا مستريحا اي اه اه ولكن ارض الواقع قالت كلام تاني الدرجة انك بتضيع ضربة جزاء وبتحمل الضربة دي كل المعاني السلبية اللي احنا فيه اسباب تراكمية عند الجماهير والذي يستطيع ان يعالج هذا الامر هو الوحيد اه اه افشا لانه لو ترجم الكلام اللي وصلوا لينا والغيرنا مش لينا بشكل بواشر لم يحدث تواصل معنا ولكن اللي اعرفناه من الناس نصغ فيها ان الراجل اطلاقا اه يعني لا يقصد ان يكون غاضبا من النادي الاهلي ولا من جماهيره نتمنى نشوف اه اه افشا اللي احنا عارفينه ومش افشا بس كل اللعيبة خصونا كثيرا اياتها الجمير الحبيبة على واحد زحسين الشحات وبعدين شفناه وشفنا تأثيره الفني ايه ينزل لحظات حتى لو انت شايف انه عنده افضل من كده ساعدوا ان يديني اللي افضل من كده ساعدوا لعابدكو ان تقدم افضل ما لديها مش هيبقى قدامنا اه منافسة حققية